اشتركوا في القناة نجده متاحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن نتحسر على أنفسنا ولكن إذا تمأنا جيداً في قصص النجاح المحيطة بنا سنجد مثابرين بنوا نجاحهم من لا شيء ليمتلكوا بعد سنوات قليلة كل شيء راجو عرف قوانين اللعبة واستطاع بكثير من المثابرة والأمل أن يحقق ما كان يظنه مستحيلاً الوالد الطموح لا يمكنه إلا أنه من يزرع في أولاده حب الطموح والمثابرة لتحقيق الأحلام الكبيرة فمن دون أحلام لا مكان للسعادة فهي ذلك الإكسير الذي يجعل لحياتنا معنى وقيمة ثم في المصبات من مبالك بعدما أتواه كان يجعلنا بها لكني أخوانا كان يجعلنا بنا ثم يجعلنا بيظارة من الأخدر في العام الأنة العام الأنة في العام الأنة العام الأنة ثم أتواه إلى الوالد الطموح في عام الأنة في فيقليل ما أريد أن أتواه إلى ٹ٤٠ And one day I will work six to eleven. Then one day I will complete the normal shift. I was also a very hard-working guy. So this struggle gives me a lot of confidence. Wherever I can work... But it was my aim that wished to move out of the country. Later I haven't been able to continue here. في أحيان كثيرة يكمن المفتاح السري في كلمات نتفوه بها أثناء مقابلة نجريها للتقدم إلى وظيفة ما فما أن نتفوه بها حتى تفتح أمامنا الأبواب وتصبح الوظيفة لنا كلمات توحي بالثقة والجهود التي نعد ببذلها على أن تكون صادقة ونابعة من القلب راجو أحسن اختيار الطريق الذي أوصله إلى النجاح من خلال كلمة واحدة تفوه بها فكان له ما أراد صراحة أحب شوي أن أتطرق لموضوع السيرة المهنية تاعة راجو كيف بلشت بالبدايات هو كان اللي يرحم وخاله كان موجود بيشتغل معنا هون بالشركة وكان مدير الصيانة لفترة طويلة جدا هو من أول أشخاص أول خمس أشخاص أسسوا الشركة بالسنة الـ 1884 بعدين خلال فترة من الفترات هو عمل ركومنديشن للإدارة بالتسعينات أنه يخلي راجو يجي يشتغل عنا وكرره طبعا عبارة عن شب صغير وبداية عمره موسيقى 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 لاقور نعلم ال ست سيبطت تخفيص من الناس في قبل البلغة عندما قبل أنه نجد أن تساعدني تقول لنقضي لنقضي تحتاج لنقضي 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 على ما يواجه سألطل ومن ثم أبدو موجود ومتتعني إلى البدابي إلى النقضي فأجل ومتطر من أمام أعطي من أعطاء أصدقائي أعطي كمبيوتر الآن أنا أعمل في كمبيوتر أنا أعمل في لابتوب أنا أعطي كيف أعطي أنا لا أعرف عندما أصل إلى هنا أبدأ في موضوع المخازن في موضوع الإستورات وبدأ أتدرب على المواد وكيف المواد تستخدمها بالإنتاج شو المواد اللي بنحتاجها التنسيق مع المصانع التنسيق مع المشاريع مع كل المنظومة كاملة أتطور شوي شوي عندما أتدرب في 1992 كمبيوتر الآن أنا أعمل كمبيوتر كمبيوتر في غرفريكاست إنها أكثر كمبيوتر بالنسبة لعلاقة دراغو مع عم مسلماني كانت علاقة صراحة يعني علاقة أقوى من علاقة الأب مع ابنه اللي صار للأسف إنه فترة الكورونا بعد فترة الكورونا توفى الله يرحمه طبعاً في هذه الأثناء كانت بالنسبة لإلنا صدمة كمبيوتر 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 صعيق على أي شخص إنه حقاً حقاً إنه حقاً كمبيوتر إنه حقاً لإلنا صنع لانه حقاً إنه حقاً كمبيوتر وكمان حتى إلهم أخو اسمه بارثي كمان هاي العيلي عندهم تفاني بالشغل يعني تفانوا تمام بالشغل وحرصوا على البيزنس ويعني بتحسهم أنهم شركة بالبيزنس مع الإدارة ومع الشركة الموجودين ما بتحسهم أنه موظف عادي موجودهم لا بالدليل أنهم كملوا مع الشركة 25 و 30 سنة أثبتت تجارب العمالي وقصص نجاحاتهم في دبي أن ما من جهود تبذل إلا وتؤتي ثمارها وإن تأخرت فهي ستأتي لا محال I can say that tools of success hard work trustworthy motivation never give up so how you know the pain when you feel when I'm getting up when I fell down I'm getting up yes so lot of struggle and struggle so it makes me very hardened so I think I can say that somewhere I was a negative personality now whatever negative I'm taking into the positive manner so it is a big success it will give you big success there was a time when I landed here I was looking money from others now by the God's grace the life changed me at least I have something to give to others so I'm giving my priority because I have two kids they got the studies so I want to spend my earning money in the right way at least a partial amount from my earnings for the educations so where I'm educating somebody maybe this guy tomorrow he can help someone so this is the way I do this life make me and the country it helped me I really thank for this country to make me in this level so this is the way I do تانى بين غدي وأمسي إني لديك وجدت نفسي كان الظلام يطوفهي تلو الظلام وكنت شامسي ومع الشروق غرست لي أملاً فأثمر منك غرسي واليوم إذ ودعت يأسي لنيازاً يشتد بأسي ووجدت نفسي ووجدت نفسي وكنت نفسي ودعت يأسي لم يازاً يشتد بأسي وجدت نفسي أدعت حدسي ومنحتي تغذر إنساناً أغنى بصمتها نسي أنا كالشراعي مع الرياض وفيها دير الموج أنسي والبر أنت وزورقي فعلى ضفاف الخير نرسي اشتركوا في القناة